فالأمير محمد بن سلمان من ضمن الأشياء التي تحدث عنها يعني الإصلاح الاقتصادي والانفتاح إلى غير ذلك لكن تحدث عن رؤية دينية هذه الرؤية الدينية تعتمد على بعض المحاور وارتأيت أن أتطرق لها بالتفصيل لأنه حدث جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وبين معارض المؤيدون لابن سلمان خاصة من السعوديين قالوا بأن هذا شيء جيد وأنه سيتصدى للتيار المتطرف الإسلام المتطرف في السعودية والصحوانجية وغير ذلك من التيارات السلفية والتيارات المتشددة وأن هناك انفتاح المرأة الآن تسوق السيارة المرأة الآن تسافر دون إذن ولي الأمر خاصة إذا كانت فوق الواحد والعشرين أنه في الأغاني المغنون يدخلون السعودية ناس كثيرة تدخل السعودية الآن حفلات الترفيه إذن المشجعون يسردون هذه الوقاعة المعارضون يقولون بأن ابن سلمان ليس مصلحا لأن يديه ملطختان بدماء الصحفي خاشقجي بأنه يريد فقط الحفاظ على السلطة بأنه يقوم بهذه الأمور لدر الرماد في العيون فإذا نحن بين تيارين أين هي الحقيقة؟ هل رؤية ابن سلمان لها جذور في الشريعة الإسلامية؟ هل النصوص ستساعد؟ ما هي الوسائل التي سيستخدمها؟ كيف سيميز بين الأحاديث التي سيأخذ بها والأحاديث التي لن يأخذ بها؟ وهل يستطيع التغيير إذا كان في دولة دينية وتشبعت بالتقاليد الدينية؟ هل يستطيع دفعة واحدة أن يغير منظورها؟ هذه كلها أسئلة ينبغي علينا الإجابة عليها بصراحة بكل وضوح في هذه الحلقة إذن موضوعنا هو محمد ابن سلمان وأحاديث الأحد دعونا نبدأ أولا ماذا قال ونأنقل حرفيا ماذا قاله في مقابلتي هذا نقل الكلام حرفيا حرفيا كما قاله بالحرف لما سئل عن مفهوم الاعتدال لم يعرف الاعتدال وقال بأن هذا مفهوم مواسع ويصعب على أي شرح ثم قال هذه الكلمات ما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة لاحظوا الكلمات يعني هناك ناس احتفلت زيادة عن اللزوم بكلام محمد ابن سلمان دون التدقيق في تفاصيله قال ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة إذن هو لم يخرج عن الإطار المرسوم للسعودية ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه أنا سألتزم بدستور المملكة القرآن والسنة وسأطبقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يمكن هذه هي النقطة التي أراد شوية أن يجتهد فيها بمفهوم واسع يشمل الجميع لكن حتى هذا الكلام مبهم يمكن أن يفهم لصالح أو ضد طالما أنه هناك مشكلة أنه يتمسك بالقرآن والسنة وتطبيقها على أكمل وجه إذن لما الاحتفال؟ إذن إلى كل المحتفلين أنا أوضح الرأي والرأي الآخر في هذه الحلقة سأكون محايدا على أكثر يعني الحياة الشاملة أو الحياة المطلقة شيء مستحيل لكن سأكون محايدا على حضر الإمكان ثم يقول أيضا في مكان آخر في المقابلة قال إحنا دورنا كل القوانين التي تسن في المملكة العربية السعودية تترجم أو تترجم وعد أشياء من بينها أول شيء قال أنها لا تخالف القرآن والسنة القرآن اللي هو دستورنا إذن محمد بن سلمان لم يخرج على الإطار السعودي الموجود منذ تأسيس السعودية دولة الحديثة على السنة أيضا عن مدارس التفسير قال الزام للنفس بمدرسة معينة أي تفسير أي منظور تفسيري إذا كان القصد أنه سيأخذ من هذا المنظور ومن هذا المنظور ومن هذا المنظور ماشي لكن بناء على أي معايير لابد أن يكون في مدرسة في منهاج معين تتبع حتى في الأخذ في الأخذ من هذه المدرسة وتلك ما هي المعايير لازم يكون في متد يعني طريقة معينة نهج معين نسير عليه ونحط ضوابط كيف لماذا نأخذ هذا الرأي وليس ذاك الرأي ثم قال الاجتهاد مفتوح إلى الأبد إلى الحد الآن لم يقل أي شيء لم يقله أي مسلم أي شيخ آخر يعني الاجتهاد مفتوح إلى الأبد يقولها العريف يقولها محمد حسين يقولها السلفيون يقولها الإخوان يقولها المعتذلون يقولها المتطرفون هذه لا جدالة فيها متى ألزمنا نفسنا بمدرسة معينة إياه ساح وغرمه السعودية تتبنى المذهب الحنبالي وهذا إلزام بمدرسة معينة وأنه هم يتبعوا تفكير محمد بن عبد الوهاب شاءوا أم أبوا إلى حد الآن في قوانينهم ثم قال أيضا إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع واحد الكلمات أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر لكن في الشأن الاجتماعي شأن الشخصي إحنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها في القرآن بشكل واضح النصوص أخرى مش واضحة ما إحنا مش ملزمين بها يعني لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية دون نص قرآني واضح أو نص صريح من السلم يعني هذا الكلام يقوله كل علماء الإسلام لا عقوبة دون نص صريح ما فيش عقوبة دون نص هذا يقوله أي عالم في الإسلام ويقول لك نص قرآني واضح أو صريح من السنة ما هو إحنا لو فكرنا أنه كلام محمد بن سلمان جاء ليلغي مثلا حد الردة ما حد الردة نص صريح من السنة يدخل في الإطار الثاني من بدأ لدينا وفقتلو تقوله أنه مش قرآن وما قالش من فقط قرآن لا عقوبة شرعية دون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة طيب كل الأمور الأخرى فيها نصوص صريحة من السنة هات عياد السارق نص صريح من القرآن الرجم نص صريح من السنة إذن فين الإشكالية الإشكالية هي لما جاء للتصنيف جاء للتصنيف الحديث نص صريح من السنة ثم توسع في التصنيف فالناس فهموا أنه هذا التصنيف يعني ينبغي أن نحتفل به حتى التصنيف لما ندقق فيه سنجد كلام أنا بصراحة لما طرأت الكلام مرارا وتكرارا مكتوب وضحت الصورة أكتب قال لما طبعا لما تكلم على نص صريح من السنة أغلب مدون الحديث في تدويناتهم صنفوا الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري ومسلم وغيره أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف حد الآن مفيش مشكلة جهلا الحديث مصنف بناء على صحيح حسن ضعيف لكن في تصنيف آخر هو الأهم يقول اللي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من ناحية الشرعية هذا الكلام فيه مآخذ من الجانب الشرعي الإسلامي وفيه أسئلة على أشياء كتير متعلقة به هذا هو محور الحلقة قال فيه تصنيف آخر هو الأهم أنه حديث صحيح حسن ضعيف تصنيف جيد يعني اتبعه والمحدث لكن التصنيف الآخر اللي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر على فكرة مفيس تصنيف بهذا الشكل أعتقد ما احترامي لسمو الأمير هو أخطأ في هذا التصنيف وأعتقد أن علماء الحديث سيعرفون هذا جيدا أولا المحدثون ليسوا أصحاب هذا التصنيف لأنه فرق بين المحدثين وغيرهم الفقهاء الآخرون بسمهم الأصوليون الإخباريون إلى غير ذلك فرق بين المحدثين وغيرهم تصنيف الحديث بناء على المتواتر والآحاد والخبر لم يأتي من المحدثين فط تبناه بعض المحدثين مؤخرا لكنه هو أصله ابتدأ من غير المحدثين خارج المحدثين بعض الناس نسبوه إلى المتكلمين يعني أصحاب الفلسفة أو إلى الأصوليين الذين يستخدمون العقل ويقدمونه على النقل أما المحدثون فهم يلتزمون بالنصوص فقط بغض النظر كانت أحد أم متواترة هم فقط يدققون في السند هل هو ضعيف أم صحيح إلى آخر إذن أولاً التصنيف في مشكلة ثانياً ما فيس تصنيف اسمه متواتر وآحاد وخبر اللي قاله الأمير حتى التصنيف التي أتى بي الأصوليون في متواتر أو آحاد الخبر الحديث أصلاً خبر الخبر هو كل حديث الخبر هو كل حديث صحيح ضعيف متواتر آحاد هذا يسمى خبر ما فيس تصنيف ثالث اسمه الخبر بعض الناس قالوا الحديث الحديث هو ما قاله الرسول والخبر أوسع ما قاله غير الرسول أو ما قاله الرسول وغير الرسول في بعض التعريف لكن ما فيس تصنيف بيصنف الحديث لأن الحديث خبر ما فيس تصنيف يقول الحديث هو متواتر وآحاد وخبر تصنيف الثالث زيادة من عند الأمير هذه فيه الإشكاليات المطروحة لكن فيه إشكاليات عدو تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر جاء أغلب السلفين قالوا بأنه لما تقرأ كتب السلفية تجد أنه تقسيم مبتدع يعني بدع تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر فهو تقسيم مبتدع وأول من ابتدع هذا هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم وهو عن الحق أصم أول شخص استخدم هذا التقسيم أصلا كان مبتدع ونحن نعلم أن المعتزلة تبنوا هذا التقسيم أيضا لأنهم يعتبرون من المتكلمين من أصحاب الفلسفة من أصحاب علم الكلام فإذن وهم اعتبروا المعتزلة تم القضاء عليهم فاعتبروا هرطقة وبدعة وهم تبنوا هذا التقسيم فهل الأمير يريد العودة إلى التيار المعتزلة؟ طبية الحال أنا أرى أن الشيوخ السعودية سكتين لكنهم يعلمون هذه الأمور هل أنا مع الأمير؟ أنا مع الأمير في الإصلاح أنا بالعكس فرحان أن الأمير يريد إصلاح السعودية أنا يريد يتم لكن بناء على أي أساس هذا هو السؤال المطروح المرجع لهذا الكلام موجود في كتاب المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح صفحة 145 إذن كيف سيختار الأمير النصوص؟ مرة أخرى أعود لكلامه ماذا قال بالحرف؟ بالنص؟ قال الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن مش وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر هنا وقع الإشكال لأن الأمير قال كلاما يفهم منه الشيء ونقيده يفهم منه الشيء ونقيده إذن قال ملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر وتنظر لحديث الأحد حسب صحتي وضعفي ما هذا اللي يعملوه لكل؟ يعني نأخذ من صحيح مسلم ونترك مثلا الضعيف لضعفه العلماء ووضعه لحسب صحتي وضعفي ووضعه ولا تنظر في حديث الخبر الله نحن قلنا أنه لا يوجد شيء اسم حديث الخبر لأن الحديث خبر بتاتا إلا إذا كانت تسند عليه رأي في مصلحة واضحة أو تسند عليه رأي في مصلحة واضحة للإنسان ما هو لم يأتي بجديد في هذا الإطار الناس فرحانة أنه قال أنه نتكلم عن حديث الأحد خلينا الآن نأتي للتعريف ما هو حديث الأحد؟ الأمير عرفه أعتقد أنه نجح في تعريف حديث الأحد وفي تعريف المتواتر بطريقته الخاصة طبعا لم يستخدم مصطلحات أهل هذا الميدان لكن ما فيج مشكلة عديث الأحد لمن سألني لأنه في ناس كثيرة سألت عديث الأحد هو اللي رواه اللي هو مش متواتر رواه مثلا واحد عن واحد عن واحد مثلا شخص ولذلك سميه الأحد لأنه في واحد مثلا أو ممكن واحد عن جماعة فيه جماعة في الأول لكن في تاني سلسلة فيه واحد ممكن يكون اتنين في بداية السند وبعدين واحد وبعدين ثلاثة خمسة مثلا عشرة ما فيش مشكلة المهم بيكون أنه في السند ما فيش جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة من بداية السند إلى آخره كل حديث لا يتوفر فيه هذا الشرط يسمى حديث أحد الحديث المتواتر هو جماعة عن جماعة عن جماعة ما يكونش في هذا السند أي خلل يكون جماعة عن جماعة عن جماعة من بداية السند إلى آخره كم عدد الجماعة اختلفوا في هذا الأمر البعض قال ابتداء من اتنين فما فوق البعض اشترت أكتر لكن خلينا نقول اتنين فما فوق فقط لغرض تكملة النقاش هذا يسمى الحديث المتواتر هذا هذه المشكلة هو قال أنه إحنا حنطبق الحديث المتواتر حديث الأحد ننظر الضعيف والصحيح ماشي المتواتر قليل جدا هنشوف وقال حديث الأحد الصحيح قليل أيضا على فكرة هذا غير صحيح لو أنك لو أخذت البخاري ومسلم وأخذت ما جاء في أحاديث صحيحة أخرى في كتب الحديث ستجد بأنه عدد الأحاديث الصحيحة تقريبا ستة ألاف والبعض يصل به إلى تسعة ألاف يعني ولو أخذنا فقط الصحيحين دون المكرر أنت بتكلم على تقريبا تلات تلاف دا عدد كبير هو قال أنه عدد قليل لا دا عدد كبير أنت لو عندك أقل شيء تلات تلاف وأكتر شيء تسعة تلاف أنت عندك أحاديث صحيحة كثير نعم الضعيف أكتر بكتير لكن الصحيح كثير كيف سيطبق المتواتر على فكرة الحديث المتواتر أحاديث قليلة نظمها الشيخ محمد التاودي دا على فرض وجودها لأن بعض العلماء قالوا لا وجود الحديث المتواتر على فرض وجودها قال الناظم في بيت شعري حتى يحفظه الناس قال مما تواتر حديث من كذب يعني في حديث واحد أهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دا واحد ومن بنى لله بيتا يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة واحتسب قال يعني أهو واحد اثنين ورؤية أحاديث الرؤية رؤية الله أحاديث الشفاعة ثلاثة أربعة وأحاديث الحوض ومسح خفين أحاديث مسح الخفين وهذه بعض يعني إحنا عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الأمير يقول مما لا شك فيه تماما هنطبق أحاديث تواتر سمو الأمير كيف ستطبق الحديث المتواتر الحكومة كيف ستطبق الحديث المتواتر الحديث المتواتر هو في مواضيع لا شأن للحكومة بها أصلا وديه الإشكالية الأولى يعني من كذب علي متعمدا في ليتبوأ مقعده من النار ده الحديث ستطبق فيه الحكومة ماذا يعني تحط مقاعد من النار وتحط عليه الناس ما فيش تطبيق لهذا الحديث هذا فقط أنه إخبار عما سيحصل للمرء يوم القيامة خلاص حديث من بنى لله بيتا بنى الله وله بيتا في الجنة أو من بنى لله مسجدا بنى ماذا ستطبق فيه الحكومة في القوانين مثلا حديث الرؤية رؤية الله حديث الشباع حديث الحوض حديث مسح الخفين أنه تمسح الخفين صلاتك جائزة وضوءك جائز وروح صلح مفيش مشكلة لما يتكلم فيه ناس بتحلل يعني طيب كيف ستطبق الحكومة السعودية أحاديث المتواترة وهي على قلتها ألو وجدت وهي في مواضيع لا علاقة لها بالحدود على الإطلاق ولا بأحكام أخرى هي لها علاقة بمعتقدات معينة بس هذا واحد نأتي لي الأمر الآخر أنه إنكار إنكار أحاديث الأحاد وده اللي تكلم عليه من ناس كتير هل محمد بن سلمان أنكر أحاديث الأحاد؟ لا هو قال سنأخذ الصحيح من أحاديث الأحاد وهذا هو جمهور رأي جمهور علماء الإسلام يعني تقريبا هذا اللي محمد عليه كل علماء السنة لا يوجد أي جد لو فعلا هو أنكر أحاديث الأحاد دعونا نسمع بالأول رأي الشيخ عدنان إبراهيم في مسألة عدد الأحاديث المتواترة اسمعوا جيدا وهو نقل أقوال الشيوخ وذكر كم عدد الأحاديث المتواترة أصلا دعونا نسمع النصوص النبوية هناك شيء منها في العقيدة قاطعية ما عندي أحاديث أنا متواترة أصلا أنا أشكت في المتواتر أصلا باستثناء المتواتر العملي كيف النبي صلى كيف حج كيف توضى لأن ألوف الناس شفوا عملوا زيه بس أنه قال وسمعه عدد التواتر وأخذه عن كل عدد التواتر هذا ما في منه وهذا مش رأيه رأي العلامة ابن حبان شيخ الإسلام صاحب الصحيح لأنواعه التقاسيم قال وصحيح أن الأخبار كلها أحد أصحى تقول لي أخبار متواترة كذب حديث الدجان متواتر كذب حديث عيسى المهدي إنه ليس عذاب القبر كذب كله رئوة الله في الآخرة كذب ليس متواتر كله أحادي الإمام النووي لأنه ابن الصلاح رحمة الله عليه ابن الصلاح ايش قال قال المتواتر اللفظي حديث واحد ابن الصلاح وهو متسائل ابن الصلاح رفع الصحيحين إلى رتبة لم يرفعه يعني لم يرفعهما أحد قبله إليه وبعدين صاروا على من واليه قال اللي أخرجه الصحيحان هذا تقريبا خلاص يعني ما فيش مجال الشك فيه ومع ذلك يقول ابن الصلاح قال ما في عنا متواتر لفظي إلا حديث من كذب علي متعمدا الإمام النووي قال كان حتى هذا في كلام أن يزعم أنه متواتر لفظي عن رسول الله غير صحيح قال أحد مشايخنا مشايخ نووي شكك فيه هذا والحق معه تعرفون لماذا لأنه مروي بألفاظ مختلفة إذن حتى حديث من كذب عليه متعمدا حتى هذا الحديث أيضا شكك فيه أنه غير متواتر لأنه رويه بألفاظ مختلفة إذن كم عدد حديث متواتر الأمير محمد بن سلماني يقول الحكومة ملزمة بتطبيق أحدث متواتر طب هي أصلا معدمة البعض يقول صفر أكترهم قال مئة سيوطي مثلا جماعة في مئة البعض قال تلات مئة يا سيدي خلينا نخليها تلات مئة مواضيعها لا علاقة للحكومة بتطبيقها ثانيا لا تشكل إلا صفر فاصلة صفر واحد من السنة لماذا؟ لأنك لو قسمت تلات مئة على تسعة تلاف حديث مثلا من أحاديث الأحد المقبولة عند أغلب علماء الإسلام تتكلم على عدد على نسبة ضئيلة جدا صفر فاصلة يعني تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين من السنة ليست أحاديث متواترة وتغطي باقي المواضيع إذن ماذا ستطبق الحكومة في الأحاديث المتواترة لا شيء لا شيء بقيت مشكلة أحاديث الأحد لو فعلا لو فعلا ابن سالمين أنكر أحاديث الأحد وأنا تدققت في كلامي هو لم ينكر بل قال أنه سيأخذ الصحيح من أحاديث الأحد وهذا يقول به علماء الإسلام كله في الإمام ابن باز ما حكم من أنكر أخبار الأحد في السنة قال الإمام ابن باز يعتبر ضالا مضلا يعتبر مخطئا غلطان ولا يتابع ولا يؤخذ بقوله بل هو غلطان وهو على خطر عظيم من هذا القول فأهل السنة والجماعة أجمعوا على قبول الخبر الأحد والاحتجاج به كل علماء تقريبا علماء أهل السنة والجماعة أجمعوا على قبول خبر الأحد والاحتجاج به يكفي أنه صحيح وسنده يتصل لي يصل إلى محمد سيعمل به هذا رأيي ابن باز وانا أعلم أن الأمير أثناء كلامه أشار إلى ابن باز قال بعض العلماء يعني بعض العلماء كانوا لا يعرفون أن الأرض كروية وكانوا لا يعرفون القارات وهو كان يشير بصراحة إلى ابن باز دون ذكري بالاسم قال أنه كانت فتواهم يعني صالحة لعصرهم لا تصلح لنا الآن في الأشياء التي تتعلق بالعلوم لكن في مثلا من بدل دين وفاقتله الفتاوى المعتمدة على أحاديث صريحة أنت لا تستطيع أن تقول بأن رأي ابن باز غير صالح لأنه كان لا يعرف كروية العد هذا ليس له أي علاقة يمكن في أشياء أخرى فتواه ليس لها أي قيمة من ناحية العلمية العلم التجريبي لكن فتواه صحيحة بناء على النصوص وبناء على صحيح السنة والقرآن أيضا يعني يكمل ابن باز يقول ممن حكى ذلك ابن عبدالبر رحمه الله كلاهما ذكر إجماع أهل العلم على قبول خبر الأحد إذا صحت الأسانيد وقال أنه فمن زعم إنكارها أو طعن فيها أو قال لا يحتجوا بها في العقائد فقد غلط غلطا عظيما فهي حجة في العقائد وغير العقائد أحاديث الأحد مقبولة عندها جمهور علماء الإسلام الشيخ صالح الفوزين قال أيضا تقريبا نفس الكلام فضيلة الشيخ ما حكمه من أنكر أحاديث الأحد أو حديث الأحد الصحيح الجواب حكمه أنه مخطئ خطأا عظيما وقد يصل به الحد إلى الرد من أنكر أحاديث موجود و ملوش أي لزمة يعني والمتواتر ملوش أي لزمة للحكومة بقية أحاديث الأحد هي الموجودة هي اللي عليها العمدة في السنة إذا لو تشالت أحاديث الأحد تشالت السنة وهذا ما نقرأه موقع إسلام ويب القطري بل إن رد خبر الأحد في العقائد يقول إلى رد السنة كلها كما قال الإمام أبو حاتم بن حبان قال أما الأخبار فإنها كلها أحد فإنها كلها أخبار وآحد إلى أن قال وأن من تنكب عن قبول أخبار الأحد فقام إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من روايات الأحد لا توجد سنة بدون رواية الأحد ما فيش سنة طبعا عرفنا أبو الرسول منين وعرفنا عرفنا عمر الرسول منين لما جاء وعرفنا غار حراء منين وعرفنا بدء الوحي وعرفنا أول الآيات التي نزلت وعرفنا من آمن بها كلها من طريق أحاديث أحد كلها كلها إسراء ومعراج وكل هذه الأمور أحاديث أحد شير أحاديث أحد ما فيش السنة أقول إحسان في تقريب صحيح بن حبان في الصفحة 156 أما الأخبار والأخبار كلها أحاديث يعني على الفكرة أخبار أحاديث خبر أوسع لكن الحديث خبر أين أما الأخبار فإنها كلها أخبار أحد لأنه ليس يوجد عن النبي خبر من رواية عدلين ما فيش خبر واحد رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين ما فيش ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر